السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم السبت عشرين أيار مايو طبعا اليوم انتقال المريخ وأيضا في زاوية ما بين القمر وما بين زحل يعني أجواء مشحونة وما تعتمد كثير على الحضود القمر اليوم رح يكون في برج الجوزاء طبعا هو الآن موعد بث الحلقة ما زال موجود بالثور وفي خلوم مسار زي ما ذكرنا في يوم أمس ولكن من نحسب أنه احنا في يوم السبت القمر رح يكون في برج الجوزاء الآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار الأورام ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد لغاية الساعة 224 دقيقة من صباح اليوم السبت بتوقيت جرينيج بعدين القمر بده ينتقل لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول وبما أن القمر رح يكون موجود في برج الجوزاء معناته هذا اليوم يوم نشاط عالي جدا واتصالات عالي جدا وتقلب بالمزاج عالي جدا والتسرع أيضا بننشط في اتصالاتنا بنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا نبدأ بالزوايا البطيئة زي ما عتدنا بالفترة الماضية أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهاي من يوم 5.5 إلى يوم 28.5 متشكلة طبعا بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة نتابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا وقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي مستمرة لغاية يوم 24.5 بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث بتمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام وأيضا مواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث برضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلق لنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتون ومستمرة لغاية يوم 24.5 بيكون عندنا تركيز عالي جدا لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بحاول أنه يكذب علينا أو يخدعنا برضو بتدفعنا هاي زاوية لحب المغامرة والتحمس لفكرة ممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية وبرضو بتدفعنا للإثارة بتساعدنا على الكفاح من أجل مثل أعلى وهذا الوقت مناسب للطمأنين النفسية والإنجازات العملية الكبرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي ذروتها يوم 21.5 طبعا مستمرة لغاية يوم 29.5 تأثيرات هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا بتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسؤولية وهذا الوقت مناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكلنا وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي مستمرة ليوم 24.5 مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية الناجحة وبتضمن لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي ذروتها يوم 22.5 ولكنها مستمرة من اليوم أو من يوم 8.5 ليوم 12.6 بتعزز قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة وبتزيد منثقتنا بنفسنا تمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لعمل جماعي أو لفعالية معينة والتأثير والقيادة أما بالنسبة للزاوية السلبية فأول زاوية زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي من يوم 19.5 ليوم 5.6 ذروتها يوم 28.5 في ساعات الظهر بتخلق مصاعب عرقيل بتحتاج منا أن نبدو الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها تجعلنا أنانيين قاسيين عنيدين بتعرضنا لصعوبات في إنجاز مشاريعنا وإنعكاس وإنقلاب الوضع بيصير عنا بشكل مفاجئ علينا مراقبة صحتنا لأنه مهددين بالإرهاق اللي مائله مبرر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقاول سلبية بين المريخ وبين بلوتو وهي ذروتها يوم 21.5 طبعا مستمرة هي من يوم 11.5 ليوم 29.5 تأثيراتها ولكن ذروتها يوم 21.5 في ساعات الصباح بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب تدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين أيضا وبتعرق النجاح ومبادرات وعلاقات طبعا هي هذه الزاوية بتدل على مشاحنات وعنف ودمار واسع لها علاقة بالتفجرات والأعمال الإرهابية والحرائق كذلك والحوادث الطبيعية كالزلائزل وحرائق الغابات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وتأثيراتها من يوم 28.4 ليوم 13.6 ذروتها يوم 23.5 برضو في ساعات الصباح بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين طبعا هاي الها تأثيرات بالمؤسسات المالية والتقلب الواضح تماما على المستوى الاقتصادي والسياسي أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وتأثيراتها من يوم 22.4 ليوم 22.6 طبعا ذروتها مضت يوم 18.5 ولكنها مستمرة بالتأثيرات ليوم 22.6 بالدل على خسارات مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير وأيضا هاي الها علاقة بالاقتصاد العالمي وهذا التدهور اللي بصير فيه احتمال وقوع كبارد طبيعية كالحرائق الغابات والزلازل وخصوصا برضو الأمور اللي الها علاقة بالنيران أو نشاط بعض البركين أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم مؤثر مع القمر طبعا أول زاوية هي من الزوايا اللي ذكرناها يوم أمس زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس وقلنا أنه هذا أفضل وقت للبدء بأي شيء عشان نحقق نتائجه أو يجينا الجواب على إيجاب أو رض بخلال أسبوعين اللي هي لما راح الاكتمال القمر طبعا هاي الزاوية ذروتها راح تكون بعد بث الحلقة تقريبا بحدود ساعتين ومستمرة تأثيراتها من الآن ولغاية عصر يوم السبت نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح في العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي تأثيراتها برضو من الآن ولغاية صباح يوم السبت بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماستنا أيضا ولكن انتقال المريخ شوي ممكن يخلينا متسرعين الوقت جيد للدفاع عن أفكارنا ولكن بهدوء ممكن القيام بخطوة مهمة طبعا خلو المسار رح يكون في ساعات مساء اليوم الجمعة يعني الساعة خمسة وخمسين دقيقة بعد عصر يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة ستة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بشكل كامل في برج الجوزاء هذا بيعني أن هاي الفترة اللي أنا ذكرتها فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي برضو مستمرة تاثيراتها من الآن ولغاية صباح يوم السبب بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية بتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل هي زاوية وحيدة زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي ذروتها الساعة ستة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم السبب طبعا تأثيراتها بتبدأ من مساء يوم الجمعة وبتستمر حتى مساء يوم السبت من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا إننا نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لشجاعة لازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر برضو بتجعل عزيمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة والميل للكآبة أيضا عشان هيك ما في مجال للتسرع اليوم ولا اتخاذ قرارات يعني بدون دراستها بشكل جيد ويبعدوا عن العنادة والعصبية الحدث اللي رح يصير في ساعات عصر يوم السبت اللي هو انتقال كوكب المريخ من برج السرطان لبرج الأسد اللي رح ينتقل الساعة ثلاثة وواحد وثلاثين دقيقة عصرا من عصر اليوم السبت بتوقيت جرينيش رح ينتقل لبرج الأسد ورح يظل فيه لغاية الساعة داعش وتسعة وثلاثين دقيقة من ظهر يوم الاثنين عشر سبعة طبعا الحلقة موجودة على القناة اللي بدو يعرف التأثيرات السلبية ويكتئب يروح يحضرها أما بالنسبة للوضع الصحي فطبعا اليوم التركيز كله رح يكون على الكتفين وذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائي والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وأيضا الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل عشان هيك هدولا أكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لهم عناية إضافية وخصوصا الأشخاص اللي عندهم مرأة ربو أو أمراض رئوية أو تحسس أو الأمور هاي لأنه ممكن الجو يكون فيه بعض الغبار أو الرطوبة العالية اللي تسبب تعب بالتنفس طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لأنه بلشنا بمراحل اكتمال القمر إلا بالطرق التقليدية أو الأشخاص اللي ما عندهم مشاكل بكثافة الشعر ويصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنى ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يتواجد في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد 21-5 بيبدأ خلو المسار الساعة 10-11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى يعني صباح اليوم التالي اللي هو الـ 22-5 لغاية الساعة 3-28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يوم في تمام الساعة 22-52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره يومين نسبة الإضاءة 2% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21-5 سعيدي بنسبة 10% الآن في ساعات الصباح بتصير منتحسي بنسبة 20% في ساعات الظهر بتصير منتحسي بنسبة 25% في ساعات المساء ترجع نحو ستها لـ 10% القمر في الجوزاء حتى يوم 22-5 طبعا سعيدي الآن بنسبة 10% بعدها بتصير في ساعات الصباح منتحسي بنسبة 15% في ساعات المساء منتحسي بنسبة 10% عطارة في الثور حتى يوم 11-6 سعيد بنسبة 45% الزهرة في السرطان حتى يوم 5-6 سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 60% المريخ في السرطان وبدو ينتقل للأسد ورح يظل بالأسد لغاية يوم 10-7 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 20% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 30% ياريت اللي ما حط لايك أو ديسلايك أو كومنت أو انتقد أو حط اللي الديسلايك صورة يحطوا يعني انزلوا كبسوا على الكبسات ما تنسوا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم نشاط عالي جدا رح يكون عندكم لانه القمر صار في البيت الثالث فرح تنشطوا بالاتصالات بشكل مكثف جدا الحوارات والنقاشات حتى السفريات القصيرة والتنقلات بالسيارة والاهتمام بالالكترونيات والسيارات حاول انك اليوم تفاوض بثقة وجراءة وحاول انك تدافع عن مواقفك وقضيتك ولكن تجنب الحدية بالطباع أو العصبية ممكن يعني شوي هيك يكون عندك بعض الأعمال ولكن عندك الطاقة الكافية لإنجازها أهم شيء انك ما تتذمر على مسمع من أحد حاول انك تباكر لعملك ما تعرض برضو نفسك للإرهاق بتتميز اليوم بالنشاط العالي وممكن تسمع جواب بيعجبك أهم شيء انك برضو ما تبالغ بمصاريفك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم التركيز رح يصير على الوضع المالي فرح تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بدكوا تتجنبوا النفقات قدر الإمكان وخصوصا اللي ما إلها داعي بتهتم إلى أوضاعك المالية أو ترتيب فوتير دفعات تحصيل بعض المبالغ اللي لأيلك أو ممكن عمل إضافي واتخذ تجربة مهمة بتمنحك موقع وخبرة جيدة جدا أهم شيء انك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي حاول انك تأخذ نفس تراجع نفسك بشكل جيد ادرس خطواتك استشير أهل الاختصاص حتى تتوضح لك الأمور وزي ما كررتها لا تبالغ بمصاريفك واحذر من المنافقين أو الأشخاص اللي بدهم يستغلوك ماليا ورتب وضعك المالي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم انتوا عندكوا قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم لو لا إنه الزاوية بين القمر وبين زحل شوي بتعمل نوع من أنواع الاكتئاب والتقلب بالمزاج إلا لأن الأجواء رح تكون أفضل بكثير من الأيام الماضية بتكثر المشاريع بتختلط الواجبات أهمش إنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور وحدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة موقعك وإنجاز الكثير من أعمالك ولكن لا تسمح لتقلب المزاج أنه يسيطر عليك خلال هذا اليوم وحاول ما تعصب برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا اليوم القمر خلاص وصل لبيت المتاعب فعشان هيك بتكون ديروا بالك وبيناء للتعب منكم حاولوا أنكم تضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لا غذاءكم وراحتكم طبعا وجود القمر مع زاوية مع زحل يعني شوي هيك فيه نوع أنواع الركود أو التأخير في سير بعض الأمور وأيضا المزاج وتقلب المزاج والحساسية العالية فبندك تحاذر من التراجع الصحي والمعنوي والنفسي حاول أنك تستريح بعيد عن الأضواء وما تختلق أعذار للهروب من المسؤوليات والمهمات إنجز أعمالك بشكل روتيني برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وكل مكاسبكم أساسا راح تكون من علاقاتكم الاجتماعية اليوم ممكن تلتقوا الأصدقاء أو صديق قديم يظهر على الساحة باتصال أو مكالمي أو فاجأك بحضوره برضو فترة مناسبة لطلب الاستشارة والتأييد من أحدهم أو طلب المساعدة من أحد المعارف أهم مش إنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك يعني عندك تكيف بسهل عليك كثير من الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية ولكن احذر مع دخول المريخ بيجعلك عاصب شوي وحادط طباع شوي شوي مش كثير يعني فعشان هيك يعني امسك حالك شوي بلاش تفلت الأمور عن السيطرة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتكونوا تحافظوا على سمعتكم لأن القمر صار في البيت العاشر بيت السمعة وحاولوا يعني تركزوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين اليوم هذا جيد جدا للأشخاص اللي بدهم يقدموا طلبات عمل أو مقابلات وممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ أهم إشي أنك ما تهدد سمعتك بالخطر بسبب عصبيتك وحديتك وتهورك في بعض الأوقات ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة بتظل مثمرة وجيدة وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت جاهز طبعا دخول المريخ على بيت المتاعب شوي بيخلي بعض الأشياء أو الأشخاص اللي بيحاولوا يلسنوا أو يتكلموا عليك بالخفاء برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم نشاط عالي جدا بالاتصالات والحوارات والنقاشات والامتحانات ولكن الامتحانات حاولوا أنكم ما تعتمدوا على الحضوظ خلال هذا اليوم بدكوا تستعدوا بشكل جيد إذا كان عندكوا امتحان أو مقابلة فترة ناشطة جدا بكل شيء ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة ممكن تسهل أمورك بشكل جيد بتهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية لبعض الأشخاص وأيضا جيد على المستوى العاطفي بيدعمك بشكل جيد يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن زي ما حكينا بدون عصبية بدون تسرع برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة اليوم التركيز كله عن الوضع المالي أهم شيء أنه ما تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك ولكن مش بعنف ومش بعصبية وحاول أنك ما تكون جارح بالكلام فاوض بهدوء بدبلوماسية كن حريص على موقفك أو على حقوقك بتتحسن الأجواء وممكن تحصل اليوم مع فرصة مناسبة لتبرير أخطائك منكو أشخاص رح يهتم بأمور الهلاقة ببنك ضريبة تهمين أو حتى بالبيت يعني نوع من أنواع الصيانة أو الترميم أو مناسبات برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي اليوم القمر موجود مقابلك تماما بيمنحك طاقة للتواصل العاطفي وتعزيز العلاقات مع الشركاء ولكن برضو شوي الطاقة بتكون ضعيفة لأنه القمر مقابلك وخصوصا أنه بشكل مع زحل زاوية حادة فعشان هيك بدك تنتبه لأنه هذا الشيء بيعمل نوع من أنواع الهموم مسؤوليات تقلب بالمزاج شوي على الوضع الصحي أهم شيء أنك ما تنفعله حول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتكو تواصلوا أعمالك اللي بدأتوا فيها من قبل لأنه القمر صار في بيت العمل والصحة وحاولوا أنكو تنتبهوا لصحتكم حاذروا من التراجع صحي وخصوصا الأشخاص اللي بعانوا من الحساسية زي ما حكينا أو أي مشكلة إلها علاقة بالجهاز التنفسي وما تسمح لواجباتك بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما أحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وخذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن يعني ما تدخل بأي مشاكل من خلال عملك أو مع زملائك بالعمل وما تتسرع بإنجاز بعض الأعمال بعدين تكتشف أنه فيها نقص برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم الطاقة عالية جدا ما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا رؤوا إلا إنه زاوية زحل قللت الحضوض شوي فحاولوا ما تعتمدوا كثير على الحظ بتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات بتتحسن الأجواء نسبيا وبتصبح الأجواء أكثر سهولة اليوم رح يظهر لك لقاءات طارئة مع إخوي مع أبناء مع أحبة يعني الأجواء فيها طاقة إيجابية عالية جدا حتى على الغراميات أهم شيء أنه ممكن تبادر بمساعدة البعض يعني فترة فيها نجاح وطمأنينة ولكن ما تخلي مزاجك يسيطر عليك ويمنعك من المكاسب اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة يعني كل التركيز رح يكون داخلي أهمش أنك ما تتهرب من المسؤوليات حتى ولو كانت كثير هاي المسؤوليات عليك حاول أنك تنظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادأ أي تقصير وما تبخل على عائلتك بالعطف والنصائح ولكن بدون حدية جيد اليوم للمصالحات ولكن يعني تتراجع عن قرارات سابقة مش تفرض قراراتك هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية ولكن زي ما حكينا بدون تسرع وفرض الرأي كبستوا على الكبسات يعني كبستوا لايك وديسلايك وكومنت وشيروا الشغلات هاي كبسوا إذن اللي ما كبس يكبس هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء